اسم الدرس نصيحة أب قد كان شيخ مرة في سالف الزمان قد حضارت وفاته وكل حي فان أولاده من حوله عددهم ثمان فقال قد دعوتكم للنصح والإمعان فهذه حزيمة عصيها ثمان من فاز في تكسيرها يفوز بالرهان لم يفلحوا لأنها متينة الأركان وأرجعت سليمة للشيخ في ثوان فحلها من قيدها وقال في اتزان خذوا العصية كسرواها دون ما رهان فكسروا وأدركوا جلائل المعان وقال الشيخ ناصحا بأفصح اللسان في الاتحاد قوة أعظم بها من شان وفي الشتات ريحكم تبوء بالخسران أكتشف أولا أقرأ العنوان والبيت التالي وأقترح نصيحة يقدمها الأب لأولاده وقال الشيخ ناصحا بأفصح اللسان الإجابة النصيحة ستكون كالآتي إخوان الصفاء خير مكاسب الدنيا هم زينة في الرخاء وعدة في البلاء ومعونة على الأعداء ثانيا أقرأ النص لأتثبت في النصيحة التي اقترحتها الإجابة بعد قراءتي للنص تبين أن كل النصيحتين تحثان على الأخوة ثالثا فشل الأبناء في تكسير العصي في المحاولة الأولى أستدل على ذلك ببيتين من القصيدة الإجابة الأبيات الدالة على عدم نجاح الأبناء في تكسير العصي هي لم يفلحوا لأنها متينة الأركان وأرجعت سليمة للشيخ في ثوان رابعا أشرح ألف أعود ما تحته سطرا بما يفيد المعنى نفسه دعوتكم للنصح والإمعان الإجابة الإمعان أي التيقظ إذن وبالحفاظ على المعنى الأول تصبح الجملة دعوتكم للنصح والتيقظ وأدركوا جلائل المعاني الإجابة الأمر الجليل هو الأمر العظيم بالتالي الجملة تصبحك الآتي وأدركوا عظائما بالغ المعاني باء أبحث في المعجم عن معنى تبوء بالرجوع إلى باء واو همزة الإجابة الإجابة باء باء يبوء وباء بالشيء أي أقر به أو هطرف به أعمق فهمي خامسا تمكن الأبناء من تكسير العصي في المرة الثانية أبين كيف تم ذلك الإجابة تم تكسير العصي عندما قام الأب بفك الحزمة ومد كل واحد منهما عصى تولى تكسيرها بمفرده سادسا أبحث عن السبب الذي دفع الأب ليقدم النصيحة لأبنائه أدعم ذلك ببيتين من القصيدة الإجابة السبب الذي دفع الأب ليقدم النصيحة لأبنائه هو احتضاره قد كان شيخ مرة في سالف الزمان قد حضرت وفاته وكل حي فان أولاده من حوله عددهم ثمان فقال قد دعوتكم للنصح والإمعان أحلل سابعا أسجل الأعمال التي قام بها كل من الشيخ والأبناء مرتبة الإجابة الأعمال التي قام بها الشيخ دعوت أبنائه مدهم بحزمة من العصي طلب منهم تكسيرها فك الحزمة وزع عليهم العصي طلب منهم من جديد تكسير العصي نصح أبنائه الأعمال التي قام بها الأبناء تجمعوا حول أبيهم حاولوا تنفيذ طلب أبيهم وكسر العصي الفشل إعادة كل واحد محاولة تكسير العصى بمفرده النجاح في المهمة الاستماع لنصيحة الأب ثامنا أكون بالأعمال المسجلة نصا نسريا الإجابة في يوم من الأيام طلب شيخ طاعن في السن وهو على فراش الموت يحتضر ملاقات أبنائه الثمانية وعندما اجتمعوا حوله أمسك بحزمة من العصي وطلب منهم تكسيرها حاول الأول فالثاني فالثالث لكن دون جدوى أبت أن تنكسر رغم محاولات الجميع ارتسمت على وجه الأب ابتسامة وأخذ الحزن وطلب من جديد تكسير العصي بعد أن وزع على كل واحد عصى وبالفعل تمكن الجميع من إتمام المهمة بنجاح وأدركوا مقصد أبيهم حينما تفوه الأب ناصحا في الاتحاد قوة أعظم بها من شان وفي الشتات ريحكم تبوء بالخسران أبدي رأيي تاسعا أبدي رأيي في الطريقة التي نصح بها الشيخ أبنائه الإجابة أثمن موقف الأب لأنه عرف كيف يبلغ نصحه بالتجربة دون الإفصاح به وجعل أبنائه يدركون ذلك جيدا ترجمة نانسي قنقر الشيخ ي наши ترجمة نانسي قنقر أو هنضع ترجمة نانسي قنقر أو留هم أو ヒ